جماعة ماست هي جمعة جديدة ومتقلقة في مجال التطور التكنولوجي تقريب اللغة الإنجليزية وتوفر دي لسانس دي ماستر في سوفتوير انجنيرينج، داتا ساينس، سايبر سيكوريتي، اي ارتفاشل انتليجنس أسسها مجموعة من العلماء المتميزين في العالم اللي مستعدين بخبراتهم وعلاقاتهم بشي عاونوا ويقطروا كل تلمية المغروم بالانفورماتيك ويطمح أنه يتمتع بدراسات ذات جودة عالية تفتح له إفاق عالمية إما في إكمال دراست البرى في جامعة برموقة ولا في التحصل عن الشغل بسرعة في تول سول البرى وزيد في تأثير وتشغيل في البحوث التقنية عبر المراكز العالمية ماست يونيفورستي موجودة في الأكترواء والتصل بين الأكثر معلومات سؤال الاستنتاج الآن يفتتح بعبارة دالة على الإجمال نبدأ إجابتنا بإحدى العبارات التالية يقوب الاستنتاج على تحديد مقصد الكاتب وهدفه من التمشي الحجيش ولذلك يجب أن يكون استنتاجك إجابة عن السؤال التالي ما هي غاية الكاتب من هذا النص؟ ما هو هدف الكاتب من هذا النص؟ ما هو مقصد الكاتب من هذا النص؟ الإجابة التي تجدها هي الاستنتاج نمر الآن إلى سؤال التقسيم غالبا ما يعكس المظهر الطباعي للنص بنيته وهذا يساعد على تعرف حدود أقسامه يمكن الاعتماد على المؤشرات والروابط المنطقية الدالة على مفاصل النص إذا حدد المعيار في السؤال لا بد من التقيد به يتم التقسيم بتحديد المعيار ثم الحدود ثم العنوين ولا بد أن تعرفوا أن بنية النص التفسيري تختلف عن بنية النص الحجيش سأقدم لكم كل الأمثلة الواردة في اختبارات البكالوريا المثال الأول بين حدود مقاطع النص حسب البنية الحجيش وأسند إلى كل مقطع عنوانا مضمونيا مناسبا في هذا السؤال قدم المعيار ولذلك ستتضمن إجابتنا فقط الحدود والعنوين المضمونية الحدود أي من أين يبدأ المقطع وأين ينتهي والعنوان حسب البنية هو الأطروحة أو سيرورة الحجاج أو الاستنتاج هذه البنية الحجاجية والعنوان المضموني أي موضوع كل مقطع النموذج الثاني قسم النص حسب بنيته التفسيرية هنا البنية الحجاجية وهنا البنية التفسيرية وأسند إلى كل مقطع عنوانا مستعينا بالجدول الآتي مثال المقطع الأول نحدد حدوده من أين يبدأ وأين ينتهي أما البنية التفسيرية فتتكون من مرحلة العرض ومرحلة التفصيل ومرحلة الاستنتاج البنية الحجاجية تتكون من الأطروحة وسيرورة الحجاج والاستنتاج هذه تسمى العناوين حسب البنية أما العنوان المضموني فهو موضوع كل مقطع ولديكم هنا تفسير لما كنت أقوله المقصود بالعنوان حسب البنية بنية النص التفسيري أي العرض أو الإجمال ثم التفصيل أو التوسع ثم التأليف أو الاستنتاج أو بنية النص الحجاجي الأطروحة التي تكون مدعومة أو مضحوظة ثم سيرورة الحجاج ثم الاستنتاج النموذج الموالي حدد عناصر الخطة الحجاجية مستعينا بالمؤشرات الأيتي عناصر الخطة الحجاجية أي الأطروحة وسيرورة الحجاج والاستنتاج أو المسيرة والتعديل كما في هذا النص أطروحة الكاتب مضحوظة ثم في سيرورة الحجاج هناك قسم سير فيه الكاتب الأطروحة ثم عدلها يمكن أن تعود إلى النص للاطلاع عليها المثيل الرابع قام النص على أطروحة وسيرورة حجاج بيّن حدود كل مقطع وصغ له عنوانا مضمونيا سنحاول أن نبين الحدود ثم العنوان القسم الأول هو الأطروحة والقسم الثاني سيرورة الحجاج كما ورد في السؤال هذا النص لا يتضمن استنتاجا يمكن أن يترح السؤال دون تحديد المعيار كهذا المثال قسم النص مقاطع حسب معيار تراه مناسبا وأسند لكل واحد منها عنوانا يمكن أن تختار معيار البنية أو غيره ثم تضبط حدود المقاطع وعنوينها هذه مختلف الأسئلة الخاصة بالتقسيم نمر الآن إلى تصنيف الحجاج وإبراز أنواعها ودورها أو دلالتها في سياق الحجاج يمكن أن يكون السؤال حول استخراج الحجاج والإجابة تتطلب نقل الحجة كما وردت في النص دون تحريف أو تبديل أو تغيير ثم الالتزام بحدود الحجة ومن الأفضل كتابة الحجة كاملة فلا نترك فراغات نعاوذها بنقاط إلا إذا كانت الحجة طويلة جدا مثال استند الكاتب إلى أكثر من حجة تؤكد أن المسرحة غير مرتبط ببيئة معينة استخرج حجتين ثم اذكر نوع كل واحدة منهما في الجزء الأول من الإجابة نستخرج الحجة كما وردت في النص بالنسبة إلى النوع يمكن تصنيف الحجج حسب طريقة صياغتها فتكون حجة مماثلة أو مقارنة أو ضرب مثال ويمكن أن نصنفها حسب نوع المرجعية فتكون حجة دينية أو حجة علمية أو حجة قولية أو تاريخية أو غير ذلك ومثال ذلك هنا وإني يكن قد نشأ أصلا في مهده بمصر القديمة وبلاد الإغريق هذه الحجة تاريخية نوعها تاريخية مثال آخر حدد نوع كل حجة وارد في الجدول ودورها في سياق الحجيش مثال الحجة الواردة في الجدول في اختبار سنة 2018 ففي مقياس الشفافية الدولية لعام 2008 احتلت ثلاث دول عربية أدنى مرتبات السلة هذه الحجة حجة إحصاء أو حجة واقعية أما الدور في سياق الحجيش فيمكن تحديد الدور بالعودة إلى نوع الحجة وسياقها في النص يمكن أن يكون الدور التأكيد أو الإثبات أو تقريب الصورة مثال دور هذه الحجة في سياق الحجيش تأكيد انتشار الفساد في الدول العربية هذه أبرز الأسئلة تجدون إضافة إلى هذه الأسئلة أسئلة تتعلق بفهم النص سننظر فيها في التطبيقات وتجدون سؤالا يتعلق باللغة وستجدون كما ذكرنا في البداية ملحقا لغويا يتضمن كل أسئلة اللغة بالتفصيل أرجو أن تكون هذه الحصة مفيدة وسننظر في الحصص القادمة في أسئلة التحرير والإنتاج الكتابي وسنتعلم كيفية الإجابة عنها ثم سنمر بعد ذلك إلى التطبيقات هذه نماذج عن سؤال الترادف النموذج الأول أعد كتابة ما يلي معوضا ما تحته سطر بمرادف له المثال تزعزع لدى شعوبنا اعتزازها بما عندها الكلمة المسطرة هي تزعزع هذا الفعل ولذلك يجب أن يكون المرادف فعلا وهو اهتز المثال الثاني ايتي بمرادف يناسب السيق لكل كلمة مسطرة في النص مثال تقتضي المرادف تتطلب هذا الفعل والمرادف كذلك فعل المثال الموالي أكمل الجدول الآتي مستعينا بالسيق مثال يعد يتجاوز ولذلك وجب علينا العودة إلى السيق المثال الأخير ابحث في النص عن مرادف يناسب السيق لكل كلمة من الكلمات التالية في هذه الحالة قدمت الكلمات في السؤال ونحن سنبحث عن المرادفات في النص مثال كلمة تثبيت المرادف في النص هو ترسيخ ولابد أن تكون المرادفات التي نستخرجها من النص من النص لها نفس الصيغة الصرفية للكلمات المقدمة هذه ببساطة النماذج التي تجدونها في سؤال الترادف نمرنا إلى النقيض نقيض الكلمة أي ضدها النموذج الأول أذكر نقيض ما تفيده كل عبارة مسطرة فيما يلي لابد أن نركز فلا نقدم سوى نقيض الكلمة المسطرة الخفية نقيضها الواضحة أو الظاهرة أو البارزة وطبعا تقدمون إجابة واحدة النموذج الثاني أكمل الجدول الآتي مستعينا بالسيق أمامكم جدول في الاختبار فيه خانة نجد فيها ضد ما وضع بين قوسين في النص هناك عبارات وضعت بين قوسين في النص وأنتم ستحددون أفضاد هذه العبارات مثل تلفظ نقيضها تتقبل المثال الموالي هاتي مفردة مضادة لكل كلمة واردة بين قوسين في النص من الكلمات التي وضعت بين قوسين الانفتاح والتدمير المفردة المضادة للانفتاح هي الانغلاق والمفردة المضادة للتدمير هي البناء أو التعمير أو التشييد وأنتم تختارون إجابة واحدة المثال الرابع والأخير أذكر المعنى المناقف لما تفيده كل عبارة مما يلي لاحظوا جيدا في السؤال كل عبارة ولذلك يجب أن نقدم نقيضا لكل كلمة واردة في المثال هذا المثال منغلقا على نفسه نقيض منغلقا منفتحا ونقيض نفسه الآخر وبهذا تكون منفتحا على الآخر مناقضة لمنغلقا على نفسه هذه كل أسئلة النقيض التي يمكن أن تجد أحدها في الفرف نمر الآن إلى سؤال المفرد والجمع طرح هذا السؤال مرة واحدة في دورة المراقبة سنة 2020 ونص السؤال كما هو ظاهر أمامكم أذكر المفرد لكل جمع من الجموع الآتية المستخدمة في آخر الفقرة الثانية من النص وقدمت مجموعة من الكلمات وهي أقنية نوعير وطواحين وأنتم ستقدمون مفرد كل كلمة من هذه الكلمات المعجم المقصود بالمعجم مجموعة من الكلمات التي تنتمي إلى مجال واحد يتطلب سؤال المعجم الانتباه إلى عدد المفردات المطلوبة والانتباه إلى الكلمات المحددة للمعجم يمكن استخراج كلمات متنوعة من النص هذه أمثلة عن سؤال المعجم المثال الأول في النص مقابلة بين معجمي الانفتاح والانغلاق استخرج أربع عبارات لكل معجم منهما أربع عبارات للمعجم الانفتاح وأربع عبارات للمعجم الانغلاق بالنسبة إلى معجم الانفتاح العبارات الحوار الحميمية التفتح القبول وبالنسبة لمعجم الانغلاق العبارات هي الكراهية والغلق والتعصب والعنصرية النموذج الثاني استخرج من النص ثمانية مفردات بانية لمعجم الغناء طلب مننا استخراج ثماني مفردات هذه هي الكلمات المنتمية لمعجم الغناء المثال الثالث تضمنت الفقرتين الأولى والثانية معجما كشف الأثر السلبية لتكنولوجيا المعلومات على الفن استخرج أربع مفردات لهذا المعجم وهي كلمات تكشف الأثر السلبي للتكنولوجيا على الفن الرهبة تهديد تسلب تزيحم المثال الموالي استخرج من النص لكل معجم مبين في الجدول ثلاثة كلمات تنتمي إليه لا نتجاوز ثلاثة كلمات لدينا معجم النقل والتقليد والمعجم الثاني هو معجم النقدي والإضافة المثال الخامس استخرج من النص أربع مفردات من معجم التفاعل الحضاري وصنفها وفق الجدول الأيتي مفردتان عن التفاعل الإيجابي ومفردتان عن التفاعل السلبي نركز جيدا في المطلوب ونتقيد بعدد المفردات المطلوبة نمر الآن إلى سؤال العنوان يجب أن يكون العنوان مختصرا محيلا على المعنى العام للنص لا يتكون العنوان من كلمة واحدة ولا يكون مطولا من أمثلة ذلك السؤال الموالي ضع عنوانا مناسبا للنص يمكن أن يكون العنوان الأدب والحقيقة وفي اختبار الدورة الرئيسية سنة 2013 يمكن أن يكون العنوان الديمقراطية اليوم نص سنة 2013 حول الديمقراطية نمر الآن إلى أسئلتي الموضوع والأطروحة والاستنتاج نبدأ أولا بالموضوع الموضوع هو الفكرة العامة للنص ولذلك يجب أن نحدد أولا نمط النص هل هو حجاجي أم تفسيري ثم نصوغ الموضوع مبدوءا بعبارة تناسب نمط النص في النص الحجاجي يمكن أن نبدأ ب يضحظ الكاتب يدافع الكاتب عن يدعو الكاتب إلى وفي النص التفسيري يمكن أن نبدأ الموضوع بفعل كيبين الكاتب أو يوضح أو يعرض نمر الآن إلى الأطروحة الأطروحة هي الموقف الذي يتبنيه الكاتب ويدافع عنه أو يستبعده لا بد أن نميز الأطروحة المدعومة من الأطروحة المضحوظة ما هي الأسئلة التي يمكن أن تتعلق بالأطروح؟ هذه أمامكم أنواع الأسئلة المختلفة المتعلقة بالأطروح السؤال الأول يمكن أن تكون الأطروحة تطور الإنسانية ناتج عن تفاعل الحضارات وتلاقحها السؤال الثالث أو النموذج الثالث يدافع الكاتب عن أطروحة صريحة في النص صغ الأطروحة التي يتحظها ضمنيا هذا السؤال حول الأطروحة المضحوظة كيف نستخرج الأطروحة المضحوظة؟ نحدد أولا الأطروحة المدعومة ثم نعكس ونقلب معناها الأطروحة التي يدافع عنها الكاتب في النص هي قدرة الشباب على قيادة المجتمعات الأطروحة المناقضة لهذه الأطروحة هي الشباب عاجز عن تحمل المسئولية وقيادة المجتمعات فالمعنى في الأطروحة المضحوظة مناقض تماما للمعنى في الأطروحة المدعومة هذه مختلف الأسئلة التي تتعلق بالأطروحة